الدبلوماسية العربية والحريث عن الوساطة العربية المستمرة إلى أي مدى يمكن أن تقدم الدبلوماسية العربية حلولاً أو تعجل من عملية إيقاف إطلاق النار؟ نعم، نحن عندنا أكتر من مبادرة عربية يمكن في النهاية المبادرات اتجمعت مصر وقطر بالتحديد وراحوا في اجتماع كان في فرنسا اجتماع استخباري في وزير الاستخبارات المصري مع رئيس وزراء القطري مع رئيس الموساد ورئيس CIA هذا الاجتماع الربعي طبعاً تقوده فرنسا من أجل الوصول إلى مقترح نهائي لحل سياسي يمكن أن يوني هذه الأزمة المطروح حالياً في هذه الاجتماعات أن حماس تعطي إسرائيل حوالي 100 أسير في مقابل هدنة لمدة شهر وفي نهاية هذا الشهر يتم الحديث عن تمديد هذه الهدنة أن حماس تطلع عدد من الجنود سواء من النساء أو من الرجال وتعطيهم لإسرائيل ويكون هناك ضمانات ألا تشن أو تواصل إسرائيل حربها على غزة وأن تتنازل حماس عن حكم قطاع غزة لصالح حكوم التكنقراط تقودها السلطة الفلسطينية بضمانات مصرية وقطرية وأمريكية حتى الآن هناك مقترح على الأقل موجود على الطاولة لكن يبقى في النهاية أن هذا المقترح يصطدم بأمور خطيرة متعلقة بإسرائيل التي أعلنت في أكثر مرة وحتى اللحظة ونتنياهو يقول أننا لن أتوقف لن أوقف هذه الحرب حتى أحقق أدافية والأمر الثاني المتعلق بيحيى الصنوار والدائرة العسكرية حوله التي لا تقول لن أدخل في المفاوضات حتى يعلن وقف إطلاق النار بشكل نهائي وتحصل على ضمانات من الدول الرائعة بأن إسرائيل لن تجدد حربها في النهاية الصنوار يعلم أنه إذا ما أعطاهم الأسرة سيكون مكشوفا يعني ظهره مكشوف لضربات أشد عنفا من إسرائيل زي ما بيقول يائر لبيد زعيم المعارضة يعني في نكايته ببنيامين نتنياهو كان عليك أن تحار الأسرة أولا ومسمى تشن الحرب فهذه موجودة فيها الاستراتيجية والزهنية العسكرية الغزاوية وأيضا الجزئية الأخيرة التي يتحدث عنها يائر لبيد لا يستموجودة فقط لدى حكومة الاحتلاف الوقت الراهن وإنما هي في سيناريو ممتد في تاريخ العقلية لا يقول الصهونية فقط وإنما في تاريخ العقل الإسرائيلية منذ أمد بعيد وربما أمم قد خلت وسبقتها إلى قرون بعيدة وبعيدة هذا التعامل بهذه الفلسفة وهذه الطريقة وهي طريقة الغدر وخيانا كما يقولون الضغط الشعبي في الأوساط الأوروبية تحديدا بعض التظاهرات بعض الفعاليات ما الذي يمكن أن تؤديه هذه التظاهرات من أدوار إيجابية في الأيام القليلة المقبلة حددا أهم ما تؤديه هذه التظاهرات الشعبية وهذا الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية هو كسر الرواية الصهيونية لما جرى في يوم السابع من أكتوبر أو كسر الرواية الصهيونية لما يجري من احتلال هذه الأرض التي ادعو أنها أرض بلا شعب أو شعب لأرض في مقابل احتلال هذه الأراضي وامتلاك على أنها أراضيهم ومن ثم التصرف فيها كما يشاءون واتهام الآخر دائما بأنه الإرهابي وأنه المتطرف وأنه المعتدي عليهم التظاهرات الشعبية في العواصم الغربية تقول بأن هذه الرواية كسرت وأن الإعلام الجديد وسائل الإعلام الجديدة التي تنقل هذه المآسي وهذه الفضائع التي تأتي من داخل قطاع غزة تقول بأن البعض ولا يزال ضمير البعض في العالم الغربي حي لكن فيما يتعلق بالحكومات هناك خطوات فجأة جدا لما تشوف على سبيل المثال أنه لما إسرائيل تتهم حوالي 12 واحد من 13 ألف موظف في وكالة الغواص نروى بأنهم شاركوا في يوم السابع من أكتوبر وبالتالي يروحوا عاقب الأمم المتحدة علشان قبلت الدعوة في محكمة العدل الدولية قبلت دعوة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية وكل الدول الغربية تباعا بداية من أمريكا وبريطانيا وألمانيا وغيرها تقطع الإمددات تعلن أنها وقفت الدعم للأنروى فيما يعني يمثل نفاقا عالميا كبيرا إذا ما الأنروى قالت لو في 12 شخص متهمين خلاص نفس الـ 12 شخص ونعاقبهم بأي طريقة لكن لماذا نعاقب أطفال غزة الأمر هنا دائما ما هو متعلق بعقاب هذا الشعب الغزاوي على أنه تجرع وكانه مكتوب عليهم العقاب الجماعي لأنه تجرع قال الوكيل الأمريكي والوكيل الغربي في المنطقة لا وأهانه في بيئة المناسبة